قالت منظمة العمل الدولية إن وباء كوفيد 19 تسبب في أضرار بالغة وجسيمة في سوق الشغل وفي دخل العاملين محذرة من أن احتمالات انتعاش سوق العمل ستكون بطيئة وغير منتظمة وغير مؤكدة هذا العام وقالت المنظمة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على سوق العمل إنه في عام 2020 تمت خسارة 8.8% من ساعات العمل في العالم مقارنة مع الفصل الرابع من 2019 وهو ما يعادل خسارة 255 مليون وظيفة وبحسب المنظمة فإن هذا يعني خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009 وقال جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية متحددا إلى الصحافيين عبر الأنترنت بأن هذه الأزمة هي الأشد من نوعها في عالم العمل منذ الكسادي الكبير في الثلاثينات وقالت المنظمة بأن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسبة 1.1% بحسب الأرقام الرسمية مما جعل معدل البطالة العالمي 6.5% العام الماضي وأشارت المنظمة إلى الأثر الغير المتكافئة للأزمة على العمال في العالم بحيث أثرت على النساء والعمال الأصغر سنا أكثر بكثير من غيرهم توفيق البشتاوي أم بانتكات جنة أم بانتكات جنة